وصلنا مشاهدين دلوقتي لتاني فقرة وهي فقرة خدمية وموضوع يهم ناس كتير جدا انتشرت في الاولنا الاخيرة بعض الاخبار اللي بتؤكد ان فيه قرار من مجلس الوزراء باقاف دفع المعاشات لمستحقيها ده كمان بالاضافة لتخفيض رواتب العاملين في قطاعات الدولة الحقيقة موضوع بقى كان مليان اشعات كتير جدا واحنا النهاردة فقرتنا هنبحث فيه عن الحقائق لان ده فيه ناس قالت انه هو بسبب الازمة الاقتصادية اللي بتمر بيها البلاد حاليا والاقتصاد المصري وتأثيره على ارض الواقع كلام كتير تقال الفترة اللي فاتت خلينا نعرف حقيقة الغاء المعاشات او فيما يتعلق بتخفيض الرواتب من ضيفنا اللي منورنا فيه الستوديو الاستاذ عمر حسن رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي صباح الورد استاذ عمر ومنورنا صباح الورد طبعا قبل ما نبدأ حوارنا تعالوا نشوف رأي الشارع في هذا الموضوع ونرجع مرة تانية هي قالت بالتحديد ان الدولة مش قادرة تستحمل عبء المعاشات احنا مش عبء على حد مين اللي قال ان احنا عبء على حد احنا مش عبء احنا فلوسنا من يوم ما تعيننا لحد ما تكسرنا وطلعنا واحنا فلوسنا بتتقاطع مننا عشان يشغلوها هي تصريحات غير مسؤولة في وجهة نظري في وسط البني ادم بعد المعاش بعد المعاشات المفروض الرجل صاحب المعاش ده المفروض ان هو بيبقى محتاج فلوس اكتر لان بتبقى صحتهم اتدهورة اكتر دولة قادرة لا فيه ناس بتاخد مرتب بالستين الف جنيه فيه ناس بتاخد مرتبات بالستين الف جنيه يقتصوا منهم ويراعوا الناس اللي على المعاشات احنا لما بنتلع على المعاشات ما بنتلعش اسلام يا بنتي احنا عارفين البلد في الحالة اقتصادية تعبانا وكل حاجة بس احنا احنا بنخبع انا بجيب علاج او بجيب علاج بجيب علاج اورام واجيب حاجات بجيب من اين انا وخدوا حتى من المعاشات اصرف من اين الوقت من اين ما ينفعش والناس تعيش من اين لو ما فيش معاشات انا عايش من اين يدوني حق 38 سنة اللي انا دفعتهم والفوايد بتاعتهم اللي شغلوها وبعدين يبين يشيروا المعاشات زي ما انا عايزين لو المعاشات قلت الفلوس اللي بتتقبض يحصل شيء لا يحمد عقبان لان المعاشات بقول هم عمار مص من ايام عبد الناصر من الستيناء فمعاشاتهم ما تقلش المفروض المعاشات تزيد لان المعاشات اللي هي احنا واخدنا من زمان دي قليلة اساسا الواحد كان بيشتغل مثلا بياد بضله الف ونص بقى ياخد خمسمية وستمية عشان يطلع على المعاش فلما يستنى دلوقتي لما عشان يجيلوا قرش يزيد له مثلا عشرة في الماء اللي بيجيبوهم كل شهة كل سانة دي لما يجي يزيد شوية عايز يقللهم لما عاش يقل الناس هتموت مش هيتلقى تجيب العلاج مش هيتلقى تاكل هتقوم صورة لان دلوقتي المجاعة بتاعت المعاشات يعني اقل ناس هم المعاشات مش كده برضه يبقى انتوا جايين على اقل فئة في الشعب تقولوا المعاشات لا بسأل بعد بتسأل فين فلوس المعاشات اللي هي بتتخسم من كل موظف اكباري قبل ما بيابت مرتبه بتخسم من المنبع زي الدرائب كده عايزين نعرف الفلوس دي بتروح فين نرجع لكم مشاهدينا بعد ما شفنا رأي الشارع المصري فيما يخص موضوع الرواتب والمعاشات استاذ عمر منوارنا وطبعا حضرتك شفت معنا التقرير طبعا يعني الى اي مدى الكلام اللي تقال من المصريين يعني الناس اللي كانت في الشارع دلوقتي اللي طلعت فيه تقرير كان صحيح فيما يخص المعاشات والمرتبات المنخفضة هو التعريل الحمد لله كل كلام اللي فيه كلام صح جدا الناس دي دفعت اشتراكات حل حياتها الوظيفية يعني لها عندي اموال يعني لها حق وليس منحة من الدولة وليس مساعدة من الدولة فالمعاشات حق للناس المشتركين في النظام التأمين الاجتماعي لان احنا بنعمل الاشتراكات دي بناخدها منهم حل حياتها الوظيفية لمدة 30 او 40 سنة الفلوس دي مفروض ان هي بتبقى موجودة قراصيد للبناء ادم دول معنا وبتتصمر وبتزاد والمفروض ان هي تكفي معاشه ومعاش اصرته من بعده حتى اخر مستحق في الاصل ده اصل يعني الاصل ده حق للناس ما حدش يقدر اقول المعاشات توقف في مصر المعاشات عمراء مويفية اللي حصل انه تبقى لعفوا انجازة لية التعبير وكان فيه بعض التصريحات غير مسؤولة وبعض القرارات اللي نزلت ما كانش فيها توضيح كافي للناس فده اللي عمل حالة من اللغة والاشعاة كانت بتتعلق بتخفيض المعاشات بدل ما تزيد انها هتتخفض وكان فيه بعض الشركات والمؤسسات الحكومية بتادي تقنن اوضاعها وبتادي تعمل نوع من انواع تخفيض رواتب والحوافز داخل المؤسسة نتيجة بقى لتأثروا الاوضاع نتيجة الاقتصاد نتيجة لأي حاجة هو التصريح بتاع معاه الوزير اللي كان في المؤتمر الاقتصاد في الاخبار اليوم اقتضب منه فقرات وهو ده اللي هذك بتتكلمي فيه على اساس ان نظام التأمين الاجتماعي في مصر بتصرف المعاشات من سنة 1854 او 56 بداية المعاشات في مصر والمعاشات المنتزمة في الصرف ان كانت تعثرت في 1930 ونما حاليا المستمرة في الصرف من 1930 لحد النهاردة لم يتوقف شهر واحد بس تم ايقاف صرف المعاشات فيه او تم تخفيض المعاشات طيب يبقى فرصة نعرف النص الاصلي كان ايه لان حضرتك بتقول ان تم يعني اقتطاع يعني كلام اه كلام هي قالته في الخطاب بتاعها ايو هي الخطاب الاصلي النص الاصلي ان المعاشات محتاجة لاصلاح تشريعي اللي احنا بنعمله هو قانون التأمين الاجتماعي الموحد ان الدولة بتتحمل من قيمة هذه المعاشات 50% من قيمتها المعاشات السنوية بتصرف 100 مليار جنيه 100 مليار جنيه الدولة بتتحمل منهم 50 مليار جنيه سنة 2014-2015 واللي احنا عايزينه ان يبقى فيه اصلاح تشريعي زي ما حالك كنت بتتكلم من المعاشات متدنية طبعا عايز اصلاح تشريعي يرفع المعاشات عايز اصلاح تشريعي يضمن حد أدنى للمعاشات ويتوافق مع الدستور الحالي الدستور 2014 مفروض برضو القانون يكفل بعض العقوبات الحازمة اللي هي تخلي صاحب العمل يأمن اجباريا على العامل ويأمن على أجور الحقفقية وما يتهربش من التأمين على العمال او يتهرب من التأمين على جزء كبير من أجر ويتأمن على جزء الهي سوز عمر حتى عندك ناس تعقيمة على الجزء تحت حالك دي اولا احنا عندنا احنا دايما من قد يقول لا احنا مش محتاجين قوانين لا احنا مشكلتنا ان احنا عندنا القانون بيقوم بال40 وال50 وال60 سنة عبال ايه ما ربنا يكرمنا كده والقانون يتعدل لا وياريتو بيتطبق يعني كمان عبالما القانون بيتم تعديل وبعدين تيجي تصدم في وقع تاني يتعلق بقالية تنفيذ يعني بعد إظهار القانون حرك دلوقتي بتطالب بقانون وبتشريع جديد واحنا مقدمين على مجلس نواب 2015 مفوض هو المنوط بمراجعة القوانين وبالتعديل وبالتشريعات وما الى زي لكن قانون التأمينات الموحد لما نزلت او تدولت بعض الاخبار عنه الناس كتير جدا قالت ان هو فيه نوع من انواع العوار لانه ما بيضمنش مبدأ المساواة بالاضافة الى المعاشات اللي كانت موجودة انا سؤالية طويل شوية بس عشان اللي خاص لحضرتك الجزئية كرة دا كافي اللي هو المعاشات اللي قالوا عليها زمان معاش السادات اللي هي ناس كتير جدا تحطي لها المعاش كان 50 جنيه ولا 75 جنيه وفضل يعني اللي هو دلوقتي بيلاي نفسه سنة 2015 بياخد مثل وعشرة ولا مثل وخمسين جنيه رد بس حضرتك اولا قانون التأمين الاجتماعي الموحد مازال مشودة تراجع من الخبرة لم يطرح مجتمعيا انما قانون التأمين الاجتماعي الموحد دا قانون بيضمن معالجة الاثار المترتبة على استمرار تنفيذ قانون 79 و 75 والقوانين الاخرى هذه الاربعين سنة بتتطبق فيه اشكالية فيه عملية القوانين اللي ما بتستمر موضوع طويلة بتخش عليها بعض التعديلات المتكررة قد يترتب عليها خلل في الحزب الالكتوري او في العباء المالية بتاعته فلابد ان حدك تخشي تعمل تعديل تشريعي يتوافق مع الواقع ويحسن المعاشات المعاش السادات اللي هو 112-80 دا حالياً 450 جنيه وليس 200 او 300 جنيه معاش السادات دا كامبا ما انا هحكيلك هو اشتركاته كامبا طب هستاذ رحرك بس اخذ مدام سامية من القاهرة وهنكمل الجزئية دي مدام سامية صباح الورد صباح الورد صباح الفل على حضرتك لو سمحتي تفضل بالنسبة للمعاشات مثلاً انا جوزي كنت باخد معاش من 12 سنة في التبع التطبيعيين تمام وتصوري حضرتك كان 325 جنيه كل ثلاث شهور 325 جنيه كل ثلاث شهور يا حريكو تتخذي في وقع الشهر 110 جنيه تقريباً بالزبط كده تصوري حضرتك بعد فجأنا الشهر اللي فات يعني الزفعة اللي فاتت دون 425 جنيه قلنا ده المعاشات بقى ماشاء الله ذات ده الدفعة دي فجأنا ايه انها بقت 244 جنيه استاذة سامي هو ده معاش نقابة نقابي نقابيين نقابيين طيب استاذ عمر مع حضرتك برضو تستفسري منه هو اللي عنده معلومة يعني هو معاش النقابة هو معاش خاص جداً بيبقى خاص في فئة من المجتمع بيعملوا نقابة بياخدوا منهم مشتركات حال حياته ومسا ممكن الشركات تبقى هي تبقى كيرة دي زي النقابات اللي موجودة قانون نقابات ده قانون تاني ده عايز ده قانون ده فيه كنسة تانية ده موضوع تاني خالص غير القانون القانون الاصل في التأمين الاجتماعي هي كفالة الدولة او حماية الدولة اللي المؤمن عليهم الناس العاملين دي لهم قوانين بتحميهم تأمينياً وتحمي أسرتهم ده قانون بقى اللي هو القانون ده فيه اشكالية تانية يا أستاذ عمر هكامل بس حاليك ما عاشي السائلات حالك بتتكلمي فيه هو اشتراكه جنيه في الشهر لمدة عشر سنين يعني مية وعشرين جنيه بيتسعى الشركات كله طول حياته مية وعشرين جنيه بياخد معاش ربعمية وخمسين جنيه في الشهر ده معاشي ستتكلم حالك فيه مش متين ولا تلتمين جنيه حالياً المعاش ده ربعمية وخمسين جنيه طب ليه ما تزوجهش بدل الجنيه أكتر وتدوقع؟ هو ده بقى اصلاح التشريح حالك بتتكلمي فيه ده المطلوب بقى يتعمل ان الشركات حقيقية وبالتاني معاش حقيقية طب فيه اشكالات تانية بتلجأ ليها مؤسسات وشركات كتير جداً فيما يتعلق بالتأمينات بمعنى انه هو علشان يخفض من الفلوس اللي بتفحج هو التأمينات هاجي انا ومها مثلا على سبيل مثال متعينين عند حضرتك الراتب الحقيقي لينا مثلا ألف جنيه لكن ما يكتب في الاستمارة المتعلقة بالتأمينات 500 جنيه علشان تقوم المؤسسة أو المنشأة أو الشركة ده فعقيمة أقل للتأمينات وبالتالي بناءا عليه انا معايشي بعد ما باعد اشتغل السنين دي كلها بيبقى معاش صغير تماما ده كده احنا بنسميه التهرب بالتأمين الجزئي لنصاحب العمل ده انا بعتبره ما عندهوش ضمير وبيأمل على الناس بيقولون برحقيقية بيالجاءوا لهذه الحيرة المشكلة بقى هنا ايه لو انت يعني اعملت ضبطية وضبطت مثلا حاجة زي كده ايه العقوبة بقى في القانون الحالي مثلا 100 ارش ده القطاع العام والخاص قطاع الحكومي او قطاع العام او قطاع الخاص كل القطاعات اه حاليا في العقوبات في 79-75 ده وعنا بقولك محتاج تعديل تشريع وده اللي كنت بتطلبه معاي الوزيرة انه لازم بقى فيه تعديل تشريع لازم يكون فيه حد ادنى لاجر الاشتراك يعني ليه بقى امن على 500 جنيه بقى منش على حد الادنى لاجر الاشتراك لحد النوضة في القطاع الخاص احنا بنجهز ان هو ان شاء الله يدخل المجلس النوابي اللي جاي على اساس ان هو يبقى جاهز على اخر السنة ان شاء الله ويتراجع ويتطرح طرح المجتمعي ويتعمل عليه الرأي الصح الناس يشوفوا اللي جواه القانون الصح احنا عندنا القانون الحد الادنى للاجور قال انه 1200 جنيه ده كحد ادنى في اين حتة؟ في القطاع الحكومي فقط في القطاع الحكومي لا خلينا فيه القطاع الحكومي يعني معنا كده ان انت المفروض كل العقود او المستقطعات بتاعت التأمينات تكون تحت انه الراتب مش انه 250 جنيه و300 جنيه و500 جنيه طيب تمام هل هي العقود بقى اللي هي القديمة مش اللي هتطلع الجديدة بعد تعديل القانون هنعمل ايه في اللي كان قديم اللي كان موجود قبل كده وفندب دي اصلا تعديلت اجور يعني المرتبات اتعدلت في تاريخ معين وترفعت الاجور دي وتعاملت علاوة ايوه ده الجديد لا القديم القديم والجديد طيب تمام كل القديم ترفع وخذ الزيادة اللي هي ترفع للحد اللي انا هك قلت عليه دو بحيث ان انا وانا طالع على المعاش بلاقي معاش متناسب مع الاجر بتاعه الاجر بتاعه هو الاجر تمام هو الحد الادنى ده لو واحد مشترك عندي كامل مدة ومشترك على 1200 جنيه بياخد 960 جنيه معاش يعني ممكن يقرب للاجر بتاعه طيب دي كده موضوع الحد الادنى للاجور طيب هستأذن حضرتك في مداخلة هتفهم الاستاذ قسامة من الجيزة صباح الورد يا استاذ قسامة والله بعد إذن حضرتك عايزة الوضفك الكريم سوال يعني في المعاشات يعني والتأمينات تفضل انا يعني انا معارض الخارج بشانا في الخارج السعودية تمام طيب كل سنة انا بسدت عشان احفظ وظفتي وحضرتك عارف مبلغ للتأمينات والمعاشات تمام تمام طيب لما بجي بسفع انا في البنك يعني مثلا علىها مثلا سي مثلا آآ ألف دولار مثلا أوكي اه طيب يجي حاكيز ان البنك بيحسب مثلا ايه سعر السعر السعر نفسه يعني فيه مزدواجية في المعيات بتاع الدولار نفسه انا لو ما بيكفع البنك مثلا بيحسبولي بسبعة جميع تلاتة وسبعين مع ان سعر البنك لما بيسرفه للمواطن العادي مثلا بكمانية الليه المواطن بيه انا مش واهمها الليه الاندواجية بتعامل حتى بتسعروا لهم لك يعني انا بطري بطري وبنطر خلايا بنافسي بطري وبسرع التعملات ومعشيات اللي عليها في الدولة صح يا سلام؟ تمام ليه بحسبنا مش واهمها دي يعني الليه يبقى فيه يعزبات يعني بيجي يحسبني يحسبنا على الدولار مثلا لما ياخضوا مني بسبعين تلاتة وشتاتين لما بسعر البنك ربط من المعلم آآ تمانية جميع الليكو دي شرائميات حبلتك بعدها ستوبة حالة حاضر تمام تمام شوكا يا سيد أسان وطبعا اله الاستاذ اجهازة خاصة هو موظف في الحكومة بس يوخد اجهازة خاصة للعمل في السعودية فبتتحسب الاشتراكات بتعطي بافتراض وجوده في الخدمة بحسب له اشتراكات حصة صاحب العمل وحصة الحكومة وبجمع الاشتراكات دي بقول له روح يدفعهم بالعمل دي اللي هي بقى الاعارة الخارجية غير الاعارة الخارجية او اجهازة للعمل بالخارج ايه دي اللي هو بيتكلم على حضرته فبيطلع له مثلا المبلغ بتاعه مثلا اشتراكاته السنوية مثلا 4000-5000 جنيه بيروح يدفع في البنك بيقول له الله 4000 دول يعادله كم دولار وبيدفع بالدولار ما يعادل القيمة بالمصار يعني هو قانونا لازم يدفع بالدولار لازم يدفع بالعملة الصعبة تلما معارف في الخارج تلما معارف للعمل في الخارج طيب اه نيجي مشكلية اصلا في البنك دي مش مشكلية خاصة بالمعاشات انه هو الدولار البنك بيحسبه بسعر الشعر بيوردها للبنك المركزي صح؟ بيروح اي بنك اي بنك في حسابنا بيحط المبلغ طيب ندخل للجزئات التانية اللي بتتعلق بي الاشعاعات اللي اتكلمت عن تخفيض الرواتب في بعض المنشآت الحكومية ابتدى بعض الموظفين فيها يلاقوا انه لا الرواتب هتتخفض الحوافز هتتخفض مثلا ان كان فيه شركات مثلا او مؤسسات بتصرف شهرين كل شهر او انا يعني انا مش عارفة بتتعامل ازاي او شهر كل شهرين حاجة كده ابتدى يلاقوا ان ده فيه تخفيض دي من الحاجات اللي احنا سمعناها عايزين نشوف الحياة مع حضرتك فين بما يتعلق بجزئ ايدي انا بتكلم على القطاع الحكومي مش بكلم على القطاع الخاص القطاع الحكومي كمعاشات بيدي معاش بيدي معاش وبيدي مكافأة نهاية خدمة اللي هي شهر عن كل سنة ده اصل في الحق التأميني زي ما قالوا الناس كلهم في التاريخ النحى دي حقوقنا انها دفعنا اشتراكات يعني لنا حقوق حقه ده ما ينقص ابدا ولا يقف ابدا يعني فيش حاجة اسمها حياة المعاشات هتنقص تقول حياته ما ينزلش يزيد اه احنا زودنا المعاشات المساعة التاريخ لحد النهاردة حوالي 90% تمام من قيمتها تمام الحاجة بتكلمي فيه ده دي صناديق خاصة في الجهات الادارية بتعمل مثلا مكونا عندها من اي موارد من الموارد اذا كان بيدفع المواصف جزئ من مرتبه بيحوش في الجهة دي بحيث انه هو طالع ياخد مثلا ايه مكافأة انا بكلمه هو موجود جو الخدمة انا بتكلم انه كان بيسترف لهم حافظ مثلا شهرين كل شهر بياخدوا شهر زيادة وكده قالوا ان ده مش هيبقى موجود قالوا مثلا علاوية هي كان بتوبها بقيمات صغيرة دي اصلا انا بعتقد ان دي مش موجودة اصلا احنا جهاز اداري في الدولة ما بيش حاجة عندنا تخفضت واحنا زي ما احنا بالنسبة للقانون حتى 18 لسا اللايحة بتاعتها ما طلعتش لسا في مجلس الوزراء وان شاء الله ما تطلع الامور توضح اكتر يعني يعني ده يعني فكرة موضوع تخفيض المعاشات ده اشياء استحالة استحالة تحصل استحالة تحصل ان المعاشات دي تقف او تتخفض طيب احنا كده وربحنا انا اقول لي حاليك حق انا اكتسبت حق انت عافش تاخده مني طب ايه ايه فاندم خريطة استثمار اموال التأمينات اموال التأمينات بصفة عامة عشان انا بعرفينها مع بعض هي عبارة عن 612 مليار جنيه 612 مليار جنيه منهم موجود في الخزانة العامة عبارة عن ازون او سندات بتبقى 292 و 552 مليار و 552 مليار في بنك الاستثمار القومي و 105 مليار استثمارات مجباشة تمام في 160 مليار مديونية على الخزانة دي لانا بنحاول نقصتها وبنحاول ناخد عليها فوائد اوائد استثمار عشان ترفع العائد متوسط عائد الاستثمار على الاموال في الخزانة 8 و 9% في بنك الاستثمار 9% انا بعمل استثمارات مباشرة بجيب عليها 10 ونصف فيلم ده كده اموال التأمينات استثمار اموال التأمينات المباشرة عندنا معظمها فيه سندات خزانة لانه بتجيب اعلى عائد استثمار وعزون خزانة وعندي استثمارات في شركات وعندي استثمارات كوديع او فيه وديع دولارية او وديع بالنقد المصري وبالجنيه المصري وبالتالي أنا عندي وداع استثمار الخطة اللي جاي في القانون الموحد ده أني بفيك كهان مستقل هيعملوا صندوق استثمار صندوق استثمار أمار التأمنات حاليك أنا بحصل الاشتراكات من حضراتكم وبوفر جزء نتيجة أني أنا بصرف معاشات وبعدين بأخذ الجزء البقاء بأديه صندوق استثمار كان فيه فند مشروع عن شركة مصر المقصة ده كان منذ سنوات كان متعلق بالجزء الخاص بسنديء الاستثمار هل هيثر عليه نفس الأموال دي بيثر عليه نفس القوانين نفس الجزئية عشان بس نوضح لا 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 طب هي بطابعة لإيه بقى؟ تابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتشرف عليه بقى أنهي وزارة وزارة اللي هيبقى تابعها للهيئة حاليا عندهين وزارة التضامن هي تابع الهيئة تابعها ورئيس مجلس الدارة هي الوزيرة وبالتالي بيبقى تحت إشراف رئيس مجلس دارة الهيئة ومجلس دارة الهيئة نفسها بيبقى بشرف على استثمار هذه الأموال يعني أموال التأمينات أمان أمان تام أمانتان أصل الناس يا دكتور لما أستاذ عمر عفوة لما بتيجي تقول لهم صندوق السسمار وهنستثمر فلوس يقول لك أه بس خلاص هياخدوا فلوسنا يستثمروا بيها ويدربوا فيها في البورسة وهنخسارها وبندخل لا مهما إحنا برضو يعني عندنا إشكالية في موضوع الوعي برضو هي دي مشكلتنا فعلا يعني أقول لحك إحنا عندنا دلوقتي يعني 295 مليار وخمسة وخمسين يعني 347 مليار موجودين في الدولة طيب أستاذ الحردك ناخد أستاذ البدري فرغالي رئيس اتحاد أصحاب المعشات أستاذ بدري أيوة صباح الورد يا فندم أيوة صباح بسي صباح الفل أهلا بيك يا فندم نعم اتفضل سمعين حضرتك يا فندم كل الكلام اللي تسمعيس يابتك عن السسمارات هي السسمارات في الخزانة العامة عبارة عن حزمة ورق بضمان الخزانة العامة بس أستاذ عمر بيقول يا أستاذ بدري أنه هيبقى فيه صندوق السسمار خاص هيبقى يعني مشكل كده مستقل بذاته بتشرف عليه الوزارة لتابع لها التأمينات ده نظام تاني يا أستاذة الاستثمار ده هو الأموال يعني نحتاج صندوق أموال أي فندم المادة 17 من الدفتور أيوة منحة حية التأمينات إضارة كل أموال التأمينات وهي هيئة مستقلة هيعمل استثمار داخل هيئة التأمينات طيب إحنا لو سمحتيني أنا بسمع لا لا أنا بسمع حضرتك أنا ما قطيتش حضرتك نحن نعيش في أجمة خامقة وصلت إلى حد تاريخة من الإبارات اللي أنت بتسمعي الكلام بتاعها دي وكل ما تسمعي أصحاب المعاشات اللي بيسمعوك الآن يعلموا تماماً إن كل أموالنا دي هي أوراق ومتضار بشكل وهمي لإن إحنا بناخد عائد من الخزانة العامة عن السقوك موجودة أو السندات موجودة واستثمراتنا اللي موجودة في الشركات بتستثمر لحساب طريقة يعني مش عايز أتكلمك أقولك إزاي ليه قل لي إزاي أنا ليه حضرتك قل لي إزاي أنا عايز أعرف ما حريك بتقول لي ما أسمعش كلامهم ما عايز أسمع كلامك يا أستاذة يا أستاذة نحنا كلنا بنستثمر أكثر من تمامين مليار في شركات استثمارية متفقات الأرباح بياخدوها كبار الموظفين اللي موجودين ما تسببت يا أستاذة إيه أنا عايشين في كارسة أيوة يا أستاذة عندك دلائل عندك ورق بتفيد إن كبار الموظفين كانوا بياخدوها أيوة يا أستاذ بقعتلك أنا آه بقعتهولي آه طبعا عايزاه بقعتهولك يبقى المعد اللي عندك يكدمني المعد مع حضرتك وسامح حضرتك طيب أرجوك يبقعت لنا الوردة طيب أستاذ البادري حضرتك بتتكلم في مشكلة أساسية تسمع يا أستاذ تسمع رأي واحد أنا بسمع رأي حضرتك وهو دلوقتي لكن رأي كل الأوهام طيب أستاذ عمر يعني أنا يهمني بردو رأي حضرتك يبقى مع أستاذ عمر لأن دا تخصصه فهو بردو يرد على حضرتك دلوقتي تفضل أستاذ عمر رأيك إيه في هذا هو طبعا بالنسبة للأموال وحكايتها دي أصلا وهو عضو مجلس شعب من 30 سنة ولا من 25 سنة وأصدر قانون بخاص ببنك الاستثمار القوم هذا القانون ألزم الهيئة القومية التامية الاجتماعية وهيئة القومية للبريد بإداع فوائد أموالها في بنك الاستثمار القومي كودائع تمام وهذه الودائع كان بتدر عقد استثمار 6% لحد ما قصت إلى 10% في المقابل كان البنك بيدي 14% سامع له سيد أمري سيد بدري فمعنى ذلك إن هي وداع إن هي وديعة في بنك الاستثمار القومي تبقى منها حاليا 55 مليار وفي 222 مليار في الخزانة العامة للدولة بضمانة الدولة الدولة بتدفع عليها بالنسبة لنا 9% من تمام 9% بنك الاستثمار القومي بديني 9% بأخذ عوائد استثمار على الأموال دي نقدا بأخذ العوائد دي نقدا وبتساهم في صرف المعاشات وليس لا فائف من الورق كما يتداعي إنما هي بتدر عائد استثمار أنا عايز عائد استثمار طب بيقولك العائد ده بيوح لكبار الموظفين لا لا فدي من كلام بتاع مصرح العائد استثمار طب أستاذ بادري إيه ردك على كلام أستاذ عمر لا لا أنا عايز عائد استثمار ياسع مليار جينيرو اللي أنا موظفين طيب ما هو طيب هل ممكن طب أستاذ بادري هدريك تحب تبقى تقابل أستاذ عمر بهذه الأوراق لأن أقوله بإيه لأني مش هابله أنا هقولك الأرقام لأن بيقولي ببنك الاستثمار القومي ده بيتكلم عن جهة تانية بيتكلم عن سقوق غير قابلة للتداول في الخزانة العامة مكانت بالبنك الاستثمار القومي ده تبقى للقانون القديم يا ساس بادري لكن أستاذ عمر بيتكلم على المستودة بتاعت القانون الجديد بتاعت التأمنات الموحد يا أستاذة مين قال له قانون جديد هو نص بنفسه للبرلمان القادم البرلمان القادم هو لا هو ما أصدر أستاذ بادري هو ما أصدرش القانون أنا بسمع حضرتك هو لم يصدر القانون هو بيقول إن فيه مسودة معدة عشان البرلمان القادم يعني مطروحة للحوار المجتمعي فضل يا أستاذ حوار المجتمع مين هو بيحاور نفسه يا أستاذ قانون التعاملات يخضع الاثنين صاحب العمل والعامل صاحب العمل هو اللي بيدفع والعامل اللي بيدفعهم دول بيعملوا قوانين إعلامية القوانين الإعلامية هتصطدم بالواقع أصحاب العمل نازم تقول لهم هم اللي يقولوا مش إحداً لنفرض عليهم وإن دي قوانين معبولة لاستهلاك المحل هل حراكي يا صاحب عمر هل عملته حوار مجتمعي هل هيبى فيه حوار مجتمعي مع أصحاب المنشآت أو العاملين في قطاع الدولة أبي طارح المسودة هو طبعاً الكلام الكلام اللي بيتكلمه ده كلام فعلاً يعني مثير للجدل طبعاً وهو ملوش أصل بالصحة لأن الأموال فاندي بأصل بضمانة الدولة المعاشات مضمونة بضمانة الدولة الناس ما تقلقشي من كل الكلام اللي بيتكلمه هو إحنا عايزين بس هل فيه بالوقاعة كده بص يا صورة عمر معيشة أنا أحب يعني هل فيه في الوقاعة يا جماعة أي حد سمعنا دلوقتي فيه حد راح يصرف معاشه لا معاشه ما خدوش أو متخفض لو فيه حد ياريه تدخل معنا على طول أو يبلغنا مستوى مصر كلها تلاقي حالة توقف معاشها بغير سبب فضر طبعاً إحنا هنتظر الورق اللي حضرتك بتقوله يا أستاذ من الواحد سبعة الماضي تلتاشر كل المعاشات المبكرة اللي تم التأمين عليها تم تقفيد معاشاتهم للنصر أيها طب إحنا عايزين حد يقولنا أنه اتخفض معاشه طب هل اتخفض يا أستاذ عمر فعلاً ثانية واحدة أستاذ بل اتخفض إحنا يعني هو بيتكلم في كلام ايه من الواحد سبعة تلتاشر كانت المعاشات اتخفضت طلع قانون مية وعشرين الفين واربعتاشر رفع كل المعاشات من الواحد سبعة تلتاشر ومن الواحد واحد أربعتاشر إلى ربعمائة وخمسين جنيه طب إحنا بنتكلم ألفين وخمستاشر دلوقتي يا جماعة أي حد إحنا دلوقتي واحد في الشهر شهر عشرة شهر تسعة أستاذ البدري هو بيقولك بيقولك انخفض فعلاً زي ما حضرتك قلد بس رجع ارتفع مرة أخرى حضرتك على علم بهذا الشيء يا أستاذة أنا رئيس التحاب أصحاب المعاشات الناس ببقات الألوف بتصرق في كل مصر كلها طبعاً اللي معاشر قمسه من جنيه بياخد بيتين جنيه وفيه من جنيه بقوله لي قول صح ولا لا طيب بيقولك خلط بيقولك خلط بيقولك خلط هو اللي كلامه غلط قال اللي بقبط مش هو إسماعيلي بطبط كم معاشر انت ملك ومالي ده عمرت هو عمر في المعاشر في عمرت هو انت مش رأت معاشر مش كده يا باباً بتقولي الناس اللي بتسمع طبعاً أنا بشكرك يا أستاذ بذري علشان إحنا لو سمحت معنا بس ضيف في الستوديو وطبعاً ليه مننا كل احترام وحرك أيضاً وإحنا ما بنقبلش التجاوز في حيات لو فيه أدلة عند حرك حرك عايزة نعرضها وحرك تتفضل مشكوراً تتقدم بيها لزمالينا في الأعداد وانعرضها وبشكر حركتك جداً أستاذ عمر وأستاذ بادري عفواً وما زلت مصرة أي حد يا جماعة فوجئ ان المعاش بتاعه وأنا بتكلم 2015 بتكلمش على النصوص القديمة ولا الإجراء القديم راح أبض معاش والآن متخفض يدخل معانا في مدخل على الهوى دلوقتي وأستاذ عمر معانا ويقول لنا وتقول اسمك وتقول بتصرف وتابع العني المنشاة وبتصرف معاشك مني طبعاً بنعتذر عن عن بسلوب الناس بس عايزة أقول لحضرينك حاجة كل كلام ده بدعوة نعمل بلبلة في المجتمع ما عنديش معاش نيس ما عنديش معاش توقف المعاشات مضمونة بضمان وجود الدولة اللي بقول عليها فائف من الورقة دي بتجيب أربعين مليار جنيه سنوي إرادات نقدية بش دي بتوبة زيها زي أزون الخزانة أي أزون الخزانة أي أزون الخزانة يعني بتاخد نفس المصاري الطبيعي ولا دي حاجة محصوطها الوحدة على جامعة أي أزون الخزانة يا فندم بس فكرتها أن هي أزون غير قبل للتدول الحاجة ما تدريش عليك تروح أنا فهم أنا فهم أنا فهم الجزء دي عليها عائل استثمار نقد ما هي أنها غير قبل للتدول لازم برضو نوضح للناسي غابل للتدول عشان حمايتها عشان ما تتأثرش خلي بالحضراتك أن الدولة لابد أن هي في القانون اللي حنا بنعمله اللي هو مشروع القانون اللي هي مسؤولة تقول لها بترجح حاليا دي وقت فيه آلية زي أن أنا أحول النقود دي إلى الهيئة القواملة للتأمين الاجتماع تضع خطفة وأن يبقى فيه صندوق استثمار صندوق استثمار تابع للتأمينين يقول بقى فيه كيان مستقل للسشوار أموال التأمات عشان يقدر ينام الأموال دي حموماً البرلمان هو اللي حيحسم هذه القضية والتشريعات ويحط حد هذا الموضوع معروف طبعاً الأستاذ البدري فرغالي أنه هو رجل ثوري من زمان يسيره على حق بس عشان ما عملتش ببقى في المجتمع والمعاشات نقصت والمعاشات اتخفضت ما حصلتش كلام هو محدش من اللي في الدقارين قال إنه المعاشات تخفض هو قاله سماعين هو ما قاله سماعين سماعين كلمت صح ده حق أنا دفعت اشتراكات ده أرشي ديك تخفض المعاش ولا توقف صرف المعاش ده مين ده اللي يوقفه لأ وحضرتك وضحت وضحت إنه كان فيه كلام مستقطع من نص سيدة المزيرة من الخطاب يعني ما سفعل إحنا محتاجين لتدخل وتعديل تشريع عشان النظام يبقى أفضل وفي حد قدنا المعاشات نشكرك شكرا جزيلا أستاذ عمر حسن رئيس صندوق التأمين الاجتماعي اللي عاملين بالقطاع الحكومي نورتنا وصباح الورد وشكرا على المعلومات بشكر حضرتك ونورتنا طبعا وإحنا بنقول لكل سيدة المشاهدين إنه إحنا هذا الملف مفتوح لن يغلق وأي حد عنده وقع بتفيد إنه فعلا تم تخفيض معاشه أو تم تخفيض الراتب بتاعهم القطاع الحكومي للدولة أنا بتكلمش على الحوافز بتكلم على الرواتب والمعاشات يا ريت يا تفضل مشكورا ويبعت لنا هنا في لو ما الحيناش نتوصل عن تهي التليفون يبعت لنا على البرنامج صباح الورد وعلى صفحة القناة على الفيسبوك وإحنا نتوصل مع حردتكم على طول لأن المهم عندنا إنه إحنا نقطع الشك باليقين وما نعيش بقى في حالة من الشائعات واللغط وما نعملش حاجات تعمل بلبلة في المجتمع بدون داعي بشكر حقيقة جدا ونورتنا ومنعتذر عن تليفونات اللي حين ما نتمكناش نحن نخدها